الهلال فاز في جدة مرة والاتحاد فاز في الرياض عايد يعني يصير فيه انك تفوز على ملعب الفريق المنافس عايد جدا لكن الان المهم للهلال انه يفرق تسع نقاط فرصة الان وفي حالة فوز الاتحاد هيقلص الفارق من ست نقاط الى ثلاث نقاط ويعطي فرصة ادفاندج حتى للنصر يخش لان في حالة فوز النصر برضو هيكون الفارق ايش ثلاث نقاط اذا بيصيرون بدال الفريقين يعملون عليك ضغط خاصة ان العدد النقاطي صار يتقلص منك اما في حالة فوز الهلال فاعتقد انها 70% بيكون اقرب للدوري ويعني من خلال يعني متابعتي للاتحاد للنصر هذا اعتقد الهلال هو حظ الاتحاد لو فاز الهلال حظ الاتحاد يعني رح يكون بعيد خاصة لو فاز النصر الفيصري وفاز الاهلي في مباراتها القادمة شوف الحظوظ للاتحاد والنصر في حالة فوزهم هيكون الحظوظ للاثنين متوفرة للاتحاد والنصر في افضلية نسبية بيكون للهلال لكن بيكون تحت ضغط مطاردة من الاتحاد ويكون من النصر بس النصر يمكن يكون اخف في الفرق هذه النصر يمكن المواجهة القادمة رح تكون مع الاتحاد يعني هو تجاوز الاهلي في المباراتين قبل مبارات الهلال رح يكون لعب مع الاتحاد صحيح النصر بقى في الاخير بيلعب مع الهلال لكن هل هو بعيد على الفوز على الهلال؟ لا مو بعيد الفرق الكبيرة قدام بعض احيانا تصحل بعض حتى لو ما كان في وضع الفني بشكل جيد ولكن للأمانة يعني الهلال أمام الاهلي في الدور الأول يعني الهلال تسيد المباراة يعني بنسبة 90% وكان غريب على الاهلي المستوى اللي قدمه في هذه المباراة بس لا الاهلي تغير وضع على الاهلي ما علي تغير فنيا على الاسيوية ان شاء الله 6 نقاط هذه تصير 9 ويمشي اتمنى انهم يركزون على الاسيوية انا شخصيا والدوري الدوري انا شوها بعيد يعني يعني صعب على الاهلي السنة هذه سدوا نقاط بينه بين المتصدر يعني اوكي انا اقول لك رقميا ممكن ولكن برضو ان حيقاب الفرق هي لها لها نفس نصيبها في عملية المنافسة الهلال يبغى ينافس وحتقابله النصر نفس الشيء وحتقابله الاتحاد غسر الاتحاد نفس الشيء الان ممكن في حالة فوزة ما رح يسلمك نتيجة المباراة يعني التنافس هذا انا اعتبره ايجابي لمصلحة الدوري وايضا لمصلحة منهو الاحق بالدوري لان مش معقولة بس اخذها بسهولة بالشكل لانشاهدنا في العوام الماضية السنة هذه اعتقد ان الدوري مختلف رغم ان انا وجهة نظري اقل فنيا من العمل دي شكرا